بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول من دروس السير والشخصية هو صلح الحديبية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام ستة هيرية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنامه في الرؤية عنده وأصحابه الرسول وأصحابه معاه يطوفون بالمسجد الحرام يطوفوا حوالين يعني يحجوا أو يعملوا عمرة فأخبرهم بها وفارحوا فرحا شديدا واستعدوا للخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بعد ذلك الكلام كان في ستة هجري استعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ركب ناقته القصوى هذا اسم الناقة وخرجت معه زوجته أم سلمة رضي الله عدها وسوف نتحدث عنها فيما بعد واستعد المسلمون وأخذوا ما يحتاجون إليه في أثناء سفرهم أخذوا الهدي اللي معاهم اللي بيتبحوا في العمرة وهكذا ولم يحملوا معهم أي أسلحة ليه مش راحين يحربوا من راحين يعملوا عمرة ثم انطلقوا إلى مكة حتى وصلوا إلى منطقة تسمى ذي الحليفة ذي المنطقة بتاعة الإحرام الإحرام بالعمرة المنطقة كل أهل مكان لهم منطقة معينة بيحرموا منها بروك القصوى علمت قريش بقدوم المسلمين لمكة فتجهزت لمنعهم من دخولها مش عايزين هم يدخلوا مكة فعلم المسلمون بذلك فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر إلى مكة مش من طريق تاني وفي أثناء ذلك توقفت ناقته صلى الله عليه وسلم على السير بركة الناقة وتوقفت فقالوا خلأت القصوى خلأت يعني توقفت وبركت فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت ما خلأت القصوى هي لم تمتنع عن المشي يعني معناها أنهم يعني بيقولون هي أي القصوى عصت وما بتسمعش الكلام وبتنفس الأمر فقال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ده مش من أخلاق ولكن حبسها حابس الفيل ما معنى ذلك الكلام خلأت القصوى يعني وقفت وبركت وامتنعت عن المشي والقصوى اسم الناقة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم حبسها رسول بقول ولكن حبسها أقول هنا أي ما وما ذاك لها بخلق يعني ليس امتناعها عن المشي لها بإيه بعادة ده مش من عادتها انها امتنع عن المشي ولكن حبسها حبسها يعني منعها حابس الفيل يعني المادع بتاع الفيل المرد بالفيل اللي هو في الأبره الحمشي الذي أتى به لهدم الكعبة قديما فمنعه الله جل وعلا من دخول مكة بجلوس الفيل وهذا ما فعلته ناقة أيضا الله عز وجل يعني منع الرسول بقى من دخول مكة بجلوس أيضا وبروك الناقة ثم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته وفهمه إشارات اللي عز وجل له أن يتوقف عن السير فهم أنه ده أمر بقى من ربنا توقف عن السير في الطريق لمكة الطريق التالي اللي كان إيه ماشي فيه وأن يستقر في الحديبية خلاص سنوعد فين في المكان ده نستقر فيه لو اسمه لي الحديبية وهي منطقة قريبة من مكة طيب إرسال قريش للرسل شعرت قريش بحرج موقفها شعرت بالحرج ليه فهي التي تقول إنها ترعى حقوق العرب بالعبادة في مكة إحنا بنخلي الناس كلهم إيه يعبدوا ربنا في مكة في الكعبة ثم تمدع المسلمين من دخولها إزاي بتقولوا أي حد يجي وأنتم تمدعوا المسلمون رصفة تمدعوا المسلمين فبعثت رسولها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كيف تعامل الرسول مع الرسول اختلف رسول قريش في إبلاغ رسائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في طريقة الإبلاغ فمنهم من جاء برسالة تهديد بيهدد الرسول ومنهم من جاء برسالة تحمل الكثير من السخرية بيسخروا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهنا بيهددوا إنهما لازم يرجعوا ما يكملوش وهنا بيسخروا منهم إنه مش هتقدروا تعملوا حاجة وكذا ومنهم من جاء بسلام وبلغ رسالته فعامله المسلمون وعاملة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول إن لم نجئ لقتال أحد نحن قلنا إنهم جاءوا ولم يحملوا معهم أي أسلح ولكن نجئنا معتمرين فعادوا إلى كريش لهم الرسل وقالوا إن المسلمين لا يريدون الحرب ولكن جاءوا بسلام جاءوا بسلام يريدون دخول مكة لأداء العمرة بيوصلوا الرسالة للرسول آله عليه الصلاة والسلام فاسمحوا لهم بذلك ده كلام الرسل لكريش لكن كريشا لم تقبل باختراحات من بعثتهم حتى الرسل بتوعهم لم يقبلوا إيه بكلامه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجل من المسلمين ليوصل رسالتهم الحقيقية وأنهم ما أتوا إلا للعمرة وللتفاوض يبقى أسله أيضا لكي يتفاوض معهم للدخول مكة بإيه للدخول مكة بسلام فوقع الاختيار الرسول اختار مين بقى الرسول اللي هرسله عثمان بن عفان رضي الله عنه فذهبا ثم شاع خبروا أن عثمان قد قتل لتبدأ مرحلة جديدة في هذه الرحلة تابع معي بقية شرح سلح الحدابية وماذا حدث بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر